الحمد لله الذي جعل آل البيت منارات الهدى وسفينة النجاح ونجوم الأرض وأسياد الخلق والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين درسنا لهذا اليوم عن العفو وأهمية العفو والعفو هو من شيئ منا لأننا أولاد رسول الله وقرآن ناطق ولكن مش هو العفو في كل وقت وكل حي إنما العفو المشروط لمصلحات مان آل البيت نعم أيوة ما بيش حاجة اسمها عفو وقذب بخداع وما خداع لا احنا مان خادع يعني عندما يكون العفو وسيلة ضرورية لتفكيك الصف وخصومنا الكفرة فهذا ضروري لأن البعض يقول لاش عفو عنهم وقد حاربوا لا هذا خطة من خطة سيدي و سيدي هو أخبار ما يعني جيش احنا نقوع أعظم من سيدي ها تمام وقد قال سيدي عبد الملك ابن بدر الدين إمام الأولين والآخرين من حق هذا الزمن وقد سيدي عبد الملك ابن بدر الدين إمام أهل البيت الطاهرين أسطر قرار قرار اش قال فيه مش قرار وزاري ولا هذا قرار عبد الملك السيد السيد عبد الملك الحوثي أسطر قرار عفو عن معناها انه خلص ما فات مات نعم والعفو هنا بطريقة السيد وسيلة من وسائل النصر لآل البيت الطاهرين ولكن لابد من عمل لأن المغرر بهم والناشطين حقهم بعضهم قد عندك خبرة من طريقتنا ما عادي يسطق أبدا ولا بد من طرق ثانية ذكية وهي الاستقضاء استقطبوا الناس سايسهم استدرجوهم على أساس تفككوا الشرعية ويبدأ نبدأ النصر وأنا أقول في هذا المكان معنا اتصال ممم ألو السلام عليكم وعليكم السلام يا سيدنا كيف حالكم حياكم الله يا سيدي قائد المسيرة القرآنية الناطقة السيد عبد الملك قرر عفو عام نعم هل هو يشملنا العفو العام لأننا احنا قد قتلنا يعني الصدق قد قتلنا من اليمنين خيرات ونهبنا بيوتو ونفجرنا يا صبي يا صبي العفو حق السيد المغرر بهم ولا ما أنت أنت بتشتغل مع السيدي يا صبي يا مخرج هذا حذبه هذا الاتصال تمام لكن يا سيدي المشرف حقنا يقول نراقب الحارة إذا رجع من المغرر بهم نشبحه على طول الداخل ونسلكه بالكهرباء أصاد لا دل الله لا وفق قدل كن خير اتبع المشرف وبس وخبره بينك أنت والتوجيهات ما تكن تتحاكى بها وتقول قالوا لنا وقلنا لهم وقالوا لا اشبحه وهذا لا تكن تت يا مخرج انت بتدي هذا الاخراني أنا شاجعه به بس لا تنزلها طيب يا سيدي الناس رجعوا وقبضنا عليهم وعذبناهم قالوا نحنا كذبين بنكذب عليهم كيف كذبنا عليهم وحنا بنطبق العفو اللي قرروا سيدي عبد الملك أنت خضع خضع ماشي اسمها كذب يا هذا اسمها تقيا تقيا والتقيا إنك تتكلم بما لا تده وتخفي ما لا تنده وهذا ما اسمها كذب كن فهم السؤال وما بيجوا لي للخذج فاليوم المخرج ما اخترش على الرقامة الصحيحة معنا متصل تفضل السلام عليكم يا سيدي أهلا وعليكم من معي؟ معك محمد محمد ما؟ معمده بس تفضل يا أستاذ محمد الحين لما قولوا لنا نقول للمغرر بهم من الشرعية يعني عشان يرجعوا أهلا؟ أنهم في وجه السيد أهلا؟ كيف يعني في وجه السيد؟ أنت مالك دخل ما معناه وجه السيد أنت أقول له جي وانت في وجه السيد لا تكن توعده مواعد ثانية تقول له نحنا نفعل ما جيوا بس وانت في وجه السيد هم دانين كيف وجه السيد؟ بيه وجه حارك وجه بخضر وجه يابس وجه في حبس وجه في قتل كم يا وجهه للسيد؟ طيب هم بيقولوا كيف وجه السيد وهو متخبي في الجرف ولا شفناه إلا عبر الشاشة؟ المهم في وجه الشاشة ولا وجه السيد؟ ما عليك من هذا الخبر أهم شيء وجه وما دموا في الشاشة مشوا في وجهه أنت بس تطرب بس كنقول له وجه السيد وبس أقول في هذا الدرس باقي باقي سؤال يا سيدي تفضل قالوا نرسل مجموعة نساء إلى مصر والرياض عشان للمسؤولين والناشطين حق الشرعية وش قصدهم يعني؟ محصاصة الله 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 أي شاء الأسئلة الخلف حق اليوم يا مخرج انت بتخريج هذا الأسئلة أنا أقول أنه ما دام أي شيء لصالح السيد فهو مباح وحلام نسوان، رجال، جن، عفارد، سرد، قتل هذا أهم شيء نوايش لمصلحة سيدي عبد الملك سيدي عبد الملك من هو؟ من أهل البيت ابن رسول الله يجب أن احنا نعمل كل حاجة وأقول أنه لازم بالنسبة لنا طبعا أشيء أفهم العالم كله أن احنا نلعف والعام يشمل الناس كله من لي خارج ولا تكنوا تسطقوا أي كلام أن احنا بنفعله ولا بنصنع ولا بنتركه معنا تصال؟ السلام عليكم وعليكم السلام ممكن سؤال يا شيخ تفضل، سؤال، سؤال، ما بش عندي مشكلة، من معي؟ معاك محمد إحمد الهنداني أهلا يا هنداني، تفضل كيف قلته عفو عام؟ قلنا عفو عام، قلنا عفو عام من ما يا أهلا وسهلا؟ أي واحد من المغرر به الشرعية يتفضل؟ إحنا صدر رحب، وإحنا نفرش لك الأرض وروض ها، وأبي لو ما سطق، عادو وصل صنعال، قدل سيدي وحبسته ما شو نعمل، حظه، جاء والسجن فاضي، يجعوا يدخل في شفا، يخلوا السجن فاضي ويخلوا ابوك خارج آه، أبوك هو كان مع المرتزقة؟ أيوة، خلال، هو عضو مجلس نواب سابق، خلاص، عضو مجلس نواب سابق، ولا لاحق، هو ما دمه، أول ما جاء سيد هرب، إذن الشيطان استولى عليه واستحوذ عليه، ها، شخصو واتهدو هالسجن خارجو منها شيضا آه، ها، كدبوك مدبر مدبر، ما عايش اللو لو قدو مدبر لا تصطيكش، هذا شي من عند الله ما نسوي له والله من صدقت، هو مدبر، من ناحية نو مدبر، هو مدبر، كدر أقول للا لا تصرش يا با، تجز مكانك يا با، وماشي، كدو أصلا، سار لا قدر ونسي أنتو كيف أنتم بخادعين، ولا أنتو بيمنيين، قدرتو فشع، قدلت هنا أنا بنسي أنتو من أنا لغزة، ما عدش حد، ما عدش حد، ما عدش حد، جالس بي حد، عندك التغضية، عندك التغضية، التغضية ما بنسمعك سواء، ألو، ألو، تغضي، تغضي، التغضية، ونصل إلى نهاية هذا الحلقة ونقول أهلا وسهلا بالمغررين كلهم فوق العين وفوق الرأس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة